اشتركوا في القناة نرسلهم ليقاتلوا اعداءنا من اجل دولتنا ونجسل لهم العطايا فيتزوجون من بنات عدونا من هم يا ابتي؟ الجنيد الجنيد بن عبد الرحمن الجنيد؟ يتزوج بنت عدونا؟ هذا ما فعله هذا الاخرق أي عدو يا ابتي؟ يزيد المعلب تزوج الفاضلة بنت يزيد هذا من اخرق ما سمعت ارأيت يا مسلمة ارأيت لهذا املت عاصمة بقتل الجنيد ما بك يا جعفي يا سيدي حدثني ابوك محمد بن علي بسبعين حديثا لم احدث بها احدا قط ولا احدث بها فلما مضى عليه السلام ثقلت عنقي بما سمعت منه وضاق بها صدري ولا احدث غدا او اصبر يا جابر ان حديثنا صعب مستصعب امرد ذكوار وعر اجرد لا يحتمله والله الا نبي مرسل او ملك مقرب او مؤمن ممتحن فاذا ورد عليك يا جابر شيء من امرنا فلا نله قلبك فاحمد الله وان انكرته فرده الينا اهل البيت ولا تقل كيف جاء هذا وكيف كان فان هذا والله الشرك بالله العظيم ولا اقول لك الا كما قال جدي امير المؤمنين لكميل بن زياد في سؤاله عن الحقيقة يا كميل اطفئ السراج فقد طلع الصبح حامر ما بك يا أخي لقد عذب الجنود والشرطة ابني إسحاق حتى غدا اليوم أعرش ومعطوب اليد الملاعين لعنهم الله أنا معك نعم أنا معك سنخلص صاحبك من سجن هؤلاء الظلمة بل سنهرب ما استطعنا من السجنان هم لا يرحموننا ونحن لن نرحمهم حق كيف أحقا أحقا سترحل يا صخر ألا تخشى على حياتك أتقدر على فراق القرية لا والله أنه أصعب علي من الموت وهل ستعود أحضرت لكم مفتاح الدكان كنت أتمنى أن تعطيني إنه معك على الدوام من؟ صخر بن عمي عندنا؟ يا مرحبا يا مرحبا ستكون في حل من ابن عمك يا طلحة صخر سيترك لك القرية حفظك الله في حلك وترحالك يا ابن عمك بأمان الله يا صخر بأمان الله إن العين لا تدمع على فراق هذا الفارس النبيل أحضر لنا الشرابة يا زهير ترجمة نانسي قنقر خيرا اللهم اجعله خيرا أهلا يا خديجة ما ورأت يا حبيبتي؟ لا وقت يا خالة اسمعيني قبل أن يرجع زوجي هل حدث شيء؟ قولي لا يا خالة لا إنما يأتمر عليك زوجي وصاحبه ليخرجاكي من بيتك وماذا فعلت لهم حتى يأتمروا عليه؟ إنه الحقير السكير زوجي لا يريد أن يراني عندك لقد جن من إهانتك له فيما مضى لن أخرج من بيتي ما دام في جسدي روح وعرق ينبض بالحياة اخرجي يا خالة اخرجي وأن لا سيحرقون دارك كما فعلوا من قبل اخرجي اللهم إني ألجأ إليك بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها ألا فرج عني كربتي وأزل عني وحدتي حتى لا أكون تحت رحمتي من لا رحمة في قلوبه الله 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 قل لي يا عطية ما هي قصة صاحبك الذي تبحث عنه؟ لا أدري من أين أبدأ مقتصر القول إن الرجل افتداني بنفسه أيعقل أنه ما زال بيننا من هو مثله؟ ما زالت الدنيا بخير يا أخي ما دام فيها أمثال ما نعه بالكزياد والماثم قبل ما زالت الدنيا وله؟ من أجل موسيقى موسيقى اللهم عندنا مغناطيس يرفع وزن مئة درهم من حديد وبعد أن مضى عليه زمان لم يرفع إلا وزن ثمانين درهم ووزنه على حاله ولكن النقص وقع في قوته ماذا تجد يا عطية؟ ألك خبرة باستعمال السيف؟ أما السيف فأجيد استخدامه ولكن القوس والسهام لا يشق لي غبار فيهما يجب أن نضع خطتنا على أساس ما تجيده أنت وأنت؟ ماذا تجيد؟ أجيد الرماية والقتال بالسيف والطعن بالرماح والفرار وما أفضل ما تجيد؟ الفرار؟ وعندما رأيته كنت أطير شوقا لأضمه وأقبله كربا كم أنا مشتاق لأبنائي كم عندك من الأبناء؟ إصحاق هو الأكبر ثم موسى ومن بعدهما ليلة وكلثوم ولماذا لم تذهب إلى بيت أخيك وتلتقي بأبنائي؟ لقائبهم سيضيفني وسيزيل فكرة الانتقام من قلبي ولعلهم يظنونني ميتا وأما الثانية فإن عيون هؤلاء وجواسيسهم لا تكل ولا تمل عن ملاحقة الثوار فإن عرفوا أنني عدت إلى بيتي لن أبقى فيه ساعة جمع الله بينك وبين أهلك قريبا يا عامر والآن لنعود إلى خطتنا ما هي أخبار الجارة اللعنها؟ هل يجوز أن تقول هذا الكلام عن امرأة أكبر من أمك سنن؟ أخرسي وأجيبي لا أعرف عنها شيئا منذ ذلك اليوم ستسمعين أخبارها عم قريب خلاد إياك أن تسيئ إليهم أخرسي إن سمعت أنك ذهبت إليها سأحرقها معك تحرقها؟ وما شأني أنا؟ ما الذي تفعله يا صخر؟ أما تستحق زينته أن تجر الناس لأجلها؟ وأن تترك تلة الخرشور وناسها الطيبين ابن زياد الذي عاملك كما يليق بالابن المدلل وإلى أين تذهب؟ ارجع يا صخر ارجع ترجمة نانسي قنقر 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 يا رب وفقني لما أصب إليه يجب أن أشتري كل ما أريده من بضاعة في المنزل الأول القافلة فسوقهم أجود طعاماً وأجود ثياباً ما ورائك يا أبي يوسف؟ لقد أسقطت الريح الساترة بيننا وبين دار جارنا يا مولاي وهل يطلع المطلع على داره من سطحنا؟ أجل يا سيدي مادام يظهر على حريم جارنا فأتي بالبناء ليسلح الساتر في الحال يا سيدي مرهم أن لا يصعد أحد السطح حتى يسلحه البناء فهذا حق جارنا علينا يا أبا يوسف أعطي الصغير للجارية يا معتب سمع وطاعة يا مولاي سأصبح الأغنى بعد رحلة كهذه أو رحلتين ولكن نصيبي من هذا المال لا يكفي فلي عثمان الثلثان أو هكذا ينبغي أن يكون ترى كم سأحتاج حتى أضعف هذا المال أريد أن أمتلكك الآن والآن أنت في يدي ليتك كنت لي أيها المال حلالة كنت سأخطب ابنتك يا ابن زياد يا عمي وأتزوجها وأنا غني بفضل كد وسعي لا بفضلك دونك يا مال جبال ووديان ودماء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قنقر إلى متى ستظلين على ذي الحال يا ابنتي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا تعال عفيف ماذا هناك؟ أصمت وطعال محي تفضل تعال أهلا بك أهلا بك في منزلك لقد ألعبتني يا عفيف هكذا هم جنود الخليفة يا عمار أهلا بك يا نصير ما الذي جاء بك؟ لم أعهدك مقبلا على سفر أنت جئت بي إلى هنا وإلا فأنا لم أكن أنمي السفر أنا؟ متى وكيف؟ أراك ليلتين متعاقبتين في الرؤية يا عم الأولى قلت لي تعال يا نصير فأنا في حاجتك والثانية أرجو أن تكون خيرا لقد رأيتكما تخرجان من وسط النار ما الذي جاء بك يا عامر؟ لقد رأيت جندي أن يصطحبك إلى هنا فخفت بك بأسا هذا صوت سيدي عامر حفيف كيف حالك يا رجل؟ أنت حي الحمد لله هذا أفضل رجل كان يطبخ للسجناء عندما كنت أدير السجن لقد منعني مدير السجن سمعان من إجادة الطبخ وقال لسنا في نزل وليسهم ضيوفنا فلم أعد أطبخك السابق للسجناء كما كنت أطبخ في بيتي ولكن قل لي ما الذي جاء بك إلى هنا يا سيدي؟ قل لي يا بأسحاق فأنا لست سيدا لك أما الذي جاء بي إلى هنا فهو الانتقام لكل من ظلمه بن أمية لأبنائي أرجوك يا سيدتي تناول ولو لقمة واحدة لا رغبة لي أخذيه من أمام منذ يومين وأنت لم تتناول شيئا من الطعام اذهبي يا لولو اذهبي لقد كنت أتقي سمعانا وأمثاله وأغض بصري عن كل مكروه أراه لكنكم أجبرتموني على مخالفته ماذا تجيد أنت يا نصير؟ إن عزمت على الجهاد معنا ورفع الظلم عن المظلمين؟ لا أدري ولكني بعيد غاية البعد عن القتل والدماء والسلاح فأنا أهو خداع أصحابي وأهلي أحيانا فأتمثل بثياب أبي وأقلد صوته أو ألبس ثياب الحطاب وأخدع أمي ضعيفة الوصر للضحك والمزاح ما أبعد الضحك والمزاح عما نرمي إليه بل ما أحوجنا إليه يا عامر لا أحسبكم تحتاجون إلى طباخ في انتقامكم فأنا لا أجيد غير الطبخ والأكل ما دمنا سنحتاج إلى من يتمثل بشخصية أبيه قد تحتاج إلى الطباخ أيضا بل ستكون أنت الأهم في ذلك اليوم لن ننزل من سعر البضاءات درهما واحدا والله لا نملك قوت يومنا أيها التاجر فارحم حالنا ليرحمك الله إن لم تكن تملك المال فلما تأتي إلى السوق يذهب يذهب هيا شاكر شاكر أنا بتسمعني بلى ولكن أنا عطار يا أبتي يا أبتي يا أبتي ابنك أجل يا أبتي يا أبتي إن لله وإن إليه راجعون لقد مات يا سيدي لقد مات حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا عليك لا عليك يا أبتي لا عليك أنت حرة لوجه الله أنت حرة لوجه الله ما لك حين عرفت رغبتي بتهريم صاحبي رفضت والآن توافق على ما رفضته بالأمس أما أنت أنا لا أعرفك لقد كان هذا الرجل مثالا لنا في إخلاصه وحسن سياسته ومحبته للمظلومين إن شئت أن تنسحب يا عفيف خوفا على أسرتك فلن نرغمك على شيء يكفينا منك أن تكتم أمرنا كلا يا سيدي لا تقول سيدي قل يا عامر لن أخذلكم فمعرفتي بك تجعلني أنضي فيما تريد ثقة بك بأنك لن تخذلني ولن تسلمني لسوء ما استطعت والله إني لأرى في كل يوم ما لا يقبله مسلم على نفسه من تعذيب للهاشميين وأصحاب عمر بن عبيد وغيرهم ربما أستطيع معكم أن أغير شيئا من هذا الظلم لعل الله يغفر لنا وماذا عنك؟ ماذا عني؟ بل ماذا عنكم؟ فأنتم تعرفون أنني لست مقاتلا ولا أعرف عن أمركم هذا شيئا لا تخف أنت وعفيف عهدنا لكما بأهم وأسهل مهمة أما أنت يا نصير فما عليك إلا أن تضحك الجنود أضحكهم؟ سيضحكون حكما إن رأوني وأنا أرفع السيف سيكون منظرا مضحكا الخطة تقتضي شيئا آخر لا علاقة له بالسيف مدام غير مرتبط بالسيف فأهلا بالجهاد وأنت أيضا يا عفيف ستنفذ المطلوبة منك وتعود إلى أطفالك وبيتك دون أن يمسك سوء بإذن الله يا ربي يا ربي يا رب يا رباه يا رباه يا رباه يا رباه يا رباه يا الله يا الله يا الله يا الله يا حي يا حي يا حي يا حي يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم ما الذي جاء بي إلى هذا السوق؟ يا لشدة غبائي لماذا تقول هذا عن نفسك؟ فلست أول رجل يتخذ لنفسه زوجة ثانية منذ متى وأنت على هذه الحال بين زوجتين؟ منذ سبع سنوات لماذا لا تأخذ هذه إلى القرية؟ أو تأتي بالأولى إلى هنا فتسهل على نفسك؟ لا تعرف الأولى عن الثانية شيئاً ولا الثانية عن الأولى شيئاً إن كنت تخاف من زوجتك فلما تزوجت عليها؟ ليس الأمر كما تظن في إحدى السفرات طالبنا الزمن ولم نبيع بضاعتنا وبقيت طويلاً وشاء الله أن أتزوج من ابنة قائد الشريطة وهو رجل حازم ذو معارف وصلات لا آمن شره الزوجة الأولى ابنة تاجر الأخشاب أبي يسار الذي ترفل أنت بأمواله وببيته فلا تملك أن تضحي بهذه ولا بهذه بل قل بهذه يا طلحة لا تخفي أشاكر إطمين يا صاحبي إطمين فأنا لن أبوح بسرك لأحد أشكرك يا طلحة أشكرك هذا إن دفعت لي نصف قيمة بضاعتك ماذا؟ أتريد مالاً مقابل صمتك؟ هكذا يكون الرجال؟ لا ولا مثلك يكون الرجال أيضاً فهل هناك فرق بيني وبينك؟ أنت تخدع أسرتين يا رجل؟ ولكنها ليست بضاعتي إنها بضاعة الخشاب أبي يسار حسناً أثث ولا أريد أن أسمع كلمة أخرى فأنا أعمل على تشييد حياتي يا رجل؟ وأنا ماذا عن حياتي يا رجل؟ لم أرك مهموماً يا أبا عبد الله كما أراك اليوم نعم قد نهيت أن يصعدوا فوق البيت فخرجت وإذا بجارية من جواري ممن تربي بعض ولدي قد صعدت السلم والصبي معها فلما نظرت إلي ارتعدت وتحيرت وسقط الصبي على الأرض فمات هذا قضاء الله يا أبا عبد الله قضاء الله صبرك الله والله ما تغير لوني لموت الصبي وإنما آذاني ما دخل الجارية من الرغم مني قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها أخافه الله يوم لا ظل إلا ظله صدقت أعانى الله قلبك على مصابك إنا قوم نسأل الله ما نحب في من نحب فيعطينا فإذا أحب ما نكره في من نحب رضينا عددت لكما طعاما هنديا أخذت علمه من تاجر هنديا قبل أيام أمن اللحم أم من الدجاج أم من النعام ستأكل وترى بنفسك لقد أعددت مثله لوالدي فرقله هنيئا لكما ماذا طعمك سيدي؟ تفضل ضعه أنصر سيدي هذا قد شربنا المنكر هنكر؟ هل أجد سكنا عندكم لي؟ مام اهم همم هذا أفضل خاني في بغدرب أتعريد أن أعطيك غرفةً أم سبريهاً؟ لا أريد أن اشتري الخان كلها كلها؟ بمن فيه؟ وما تفعل بمن فيه؟ أما هذا فسيحملني أينما ذهبت هممم؟ وذاك؟ ما هذا؟ غننتم عموداً؟ هل هذا إنسان مثلنا؟ لا نسكن هذا في خاني فأنا أخاف منه وإذا خاف رب الخاني من أهل الخاغن ماذا يحدث؟ لا أدري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هيا خروشو شميعا فانتم تلاقا سيدي 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 لا تقفر السجران يا سيدي لا هذا هاتي السكينة واتبعني أتوك وألحب سيدك وأنت أنجو بنفسك وأنت لا عليك مني هي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أرجوك استأجري منزلا بعيدا عن هذا الحي هداك الله يا خديجة كيف أستطيع أن أستأجر منزلا وأنا كما ترين حتى الثيابة التي أخيتها لا أجد من يشتريها غير جيران الفقراء فأنا لي أن أدفع خذي هذا مال يكفيك لسنة من أين جئت بهذا المال يا خديجة؟ إنه مال زوجي أعرف أين يخبئ أموالها ومتى علمت أنني أكل المال الحرام؟ أعذريني يا خالق لا أريد شوابا ردي المال لصاحبي وإياك أن تعود إلى هذا مرة أخرى فلمبرر للحرام يا خديجة وإلا فسنكون نحن وإياهم سواء بسواء ولكنهم سيؤذونك ونحن لنا الله لنا الله بل نتي دعني من مزاحك الآن يا عطية قل لي هل ستباهل أحدا ثانية؟ الحمد لله قيل لنا إنك جننت كيف حالك الآن يا مانع؟ لا أدري هل كنت مجنونا حقا؟ أم أنني أردت أن أجن ليخرج عقلي من مكان لم يكن ليخرج منه جسدي؟ ليس هذا كلام مجنونا يعطي إطمئن فهو أعقل مني لا أدري كيف أعتذر إليك يا مانع إن ما قمت به من تضحية لم يكن ليفعله أحد غيرك بل لم أكن أنا أفعل هذا لك ولماذا تعتدر يا صديقي؟ أنا لم أفعل إلا ما أمله علي واجبي لا تدري يا أخي كم أنا مسرور برؤيتك إنني غير مصدق أنني وجدتك سالما محافى وسرني وفاءك أيضا انتهى أمري ومآله إلى السجن ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ آه يا لك من أحمق يا عفيف كدت أن تعترف له بفعلتك من دون أن يسألك أحمق أحمق الحمد لله الذي أنقذني صدق القائل الصمت حكمة فلو أنني تكلمت لما بقيت حياً هذه الليلة سأصمت بقية حياتي كلها لا أدري كيف أشكركم لقد كتبت لي حياة جديدة لم أكن أتصور أنني سأخرج من السجن يوماً فاستسلمت لسجني حتى ظننت أنني سأتحول إلى أحد أحجاره أو قدبانه بلا شعور ولا حياة حتى من الله علي بكم قل لمولاي الصادق المصدق إنني وفقت بحمد الله ولولا رعايتكم لما بلغت ما بلغت أعطي هذه لسيدي ومولاي حتى يراه بنفسك وفقك الله يا ابن حيان لو لم يرى أبو عبد الله منك استعداداً لهذا العلم لما علمك منه شيئاً الحمد لله رب العالمين في أمانك في أمان الله سأتيك به ليلاً يا عمه فلا أريد للحيوم أن ترصد المال ولكن يا طلح ليلاً يا عمه ليلاً فإن لم تكن خائفاً فأنا خائف لا أريد أن أحمل المال أمام الناس وفيهم النصوص وقطع الطرق الآن أمام باب القصر وعلى مرأة من الناس جميعاً ضربوا عنقه وقولوا أنهم أصحاب زيد بن علي وهذا جزاغه عبيد عبيد أمرك يا سيدي طلح من شحمه ولحمه سامحك الله يا طلح لقد تأخرت علي فأويت إلى فراشي هيا بنا هيا إلى دار الطيافة مكانك لا تكليفة بين الأهل أشئتني بالنقود؟ لماذا حضوري إذن؟ أين هي هيا؟ أين هي championship؟ اشتركوا في القناة